عبد الله بن جحش رضي الله عنه ابن رئاب ابن يعمر يُكَنَّى أبا محمد أمه أميمة بنت عبد المطلب ابن هاشم وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية وكان قائدا لهذه السرية ذكر له ابن الجوزي رحمه الله موقفا عجيبا قال عن إسحاق ابن سعد ابن أبي وقاص قال حدثني أبي له سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد ألا ندعو الله شفا جماعة الزول الصادق والمؤمن في الكرب يتذكر الله سبحانه وتعالى أما الزول المخرف والزول عقيدة منحرفة لما انتج الكرب بنادي شيوخه يا مكاشف يا كباش يا صاهم دي ومكاشفه مات نازل والله غريبين مرة واحدة وزول مات أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون زول مات تبتناع دي كيف كل حي إن ناديته في كربا إلا يكون عنده خبرة بها ذاته والله سلو في عمارة ميلة بتناديلها زول بتاع خدار ولا مهندس يعني شقت يجب لك لا حاجة عام لك هذه وحديد كيف وجاسف لك شوية شوية طلع لك السيخ تستفيد منه تجب لك ذول جوابك ساي انت جاد كربا تنادي ذول ميت يفلان الحقنة ويفلان افزاع قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير والله الذي لا إلى غيره والذي يدعو الله مشرك مشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا تعبان تلقاه عطشان في رمضان تلقاه في الصلاة قدام وكذا وقبل الصبح يجب ساعة وعقيته في ميت تعبان زايت ليش نوم يا زول تمتع بكفرك قليلا في ذاية أسلم لله سبحانه وتعالى الكلام هذا نحن خايفين عليك أسلم لربك سبحانه وتعالى دعا ذا عباده صلاة صلاة انت عزي بتاخد شيخ تصلي له قولك لا لا دي عبادة بالصوم له وتقول صمت لشيخي فلان تقربا له قولك لا لا طيب الدعا ذا ما عبادة وقال دعا تمركت من العبادة بشو وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي دي عبادة تديه للشيخ لي انتهم تصلي للشيخ تدعو لي أشيل خلاك ما تصلي له مفروض يخليك ما تدعو براحة كذ زعلان مننا وهابي وكذا واقتل الوهابي قبل الداب خلي الداب وخلي الوهابي حل مشكلة تكوّل جدا ما أقول آخي قال قال ألا ندعو الله قال لسعد رضي الله عنه ألا ندعو الله قال فخلوا في ناحية فدعا عبد الله بن جحش شوف دعا قال شنو ويجزون يقول لك الصحابة ديه ناس دنيا وكذا وكذا أخي ما أقوله يا أخي شوف الزول ده صادق كيف شوفوا دعا ذاته قال شنو فدعا عبد الله بن جحش صحابة ديه ما ناس دنيا ديه الناس آخر عديل كذ قال فدعا عبد الله بن جحش فقال يا رب إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا قال يا الله بس لقيني رجلا شوف الرجل ده أصاف شنو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك ويقاتلني أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني ثم يأخذني قال 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 فإذا لقيتك غدا يعني بعد موت قلت أي تقول لي أنت يا رب ده ما دعاؤك قلت يا عبد الله من جدع جدع أنفك وأذنك هو أعلم فأقول يعني جدع أنفي وأذني من قبل رجل مشرك السبب فيك وفي رسولك قاتلت فيك أبتغي الأجر منك وحدك وفي رسولك أدافع عنه فتقول صدقت قال سعد فلقد رأيته آخر النهار وإن أذنه وأنفه لمعلقتان في خيط استجاب الله جنو دعاءه قال الواقذ قتل عبد الله بن جحش يوم أحد قتله أبو الحكم ابن الأخنس ابن شريق ودفن عبد الله وحمزة ابن عبد المطلب وهو خاله في قبر واحد وكان لعبد الله يوم قتل بضع وأربعون سنة بضع وأربعون سنة سيد بن المسيب قال استجاب الله لدعاء لدعاء نقل ذلك أيضا عن رجل استجاب الله لدعاء عبد الله بن جحش في الدنيا قال فأنا أرجو الله أن يعطيه ما سأل في الآخرة يعني أن يكرمه في الآخرة بما سأل دعاء عبد الله بن جحش رضي الله عنه